مرحبا بحضراتكم مجددا ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع المجموعة الوزرية لبحث مشروع استصلاح 4 ملايين فدان حيث تناول تخطيط تنمية حقيقية لمصر من خلال استصلاح 4 ملايين فدان منها مرحلة أولى مليون و18 ألف فدان لتنمية اقتصاد مصر وتخطيط لمستقبل أبناء مصر هذا قد عقد المهندس محلب وعدد من الوزراء مؤتمر صحفيا عقب الاجتماع لعرض تفاصيل ما تمت مناقشته خلال الاجتماع مشاهدينا وننتقل الآن إلى مقر مجلس الوزراء لمتابعة المؤتمر الصحفي المنعقد هناك فإلى هناك زي ما تعرفين احنا عايشين في المساحة الضيقة من الدلتة والوادي خمسة ونص في المية من مساحتنا عايش عليها التسعين مليون اللي كان عايش عليها العشرين مليون وبالتالي كان يجب فعلا أن التنمية ترى الكنوز الحقيقية لمصر ونمتد مياه جوفية الحمد لله دراسات دقيقة تمت أثبتت أن هناك في المرحلة الأولى مياه جوفية ليست زراع تسعينة ألف فدان ده في المرحلة الأولى بالإضافة لمية ألف فدان مية وتمانية ألف فدان لتشكل من مياه النيل أو المياه السطحية بس نتكلم بقى على فكر تاني خالص فكر مجتمع عمراني زراعي صناعي في تربية المهشية في تربية للأسماك مزارة أسماك الدواجل مصانع للأعلاف مجتمعات زراعية صناعية بمعنى كلمة مجتمعات صناعية زراعية تشكل مشروع كانت تعليمات واضحة من السيد الرئيس بالتوجهة فوراً لتشك وتقييم الوضع لماذا توقف وبكل صراحة بكل شفية إن تشك إحنا لازم نعرف بالزبط إحنا وقفنا له تعثرنا له ونحل بنية أساسية قوية في تشك سبع مليار تم دفعوهم من مال الدولة ثم توقف المشروع إحنا بنتكلم على خمسمائة ألف فدان الذي يسرع منه في حدود 35 ألف علامة استفهام تعليمات واضحة لسيد الرئيس التوجه وعمل مسح لجميع المشاكل ثم العودة بخطة دقيقة حتى نأخذ قرار مبني على دراسة علمية دراسة اقتصادية دراسة اجتماعية بإذن الله لإحياء هذا المشروع وانتقال إلى مشروعات أخرى زي ما بقول شرقاً غرباً شمالاً جنوباً نحن نتكلم على الفرافرة نتكلم على سيوة المغررة نتكلم على منخفض القطارة نتكلم على كل مكان في المرحلة اللي فيه مياه جوفية مياه جوفية بعد دراسة دراسة للخزام الجوفي كم سنة؟ أقل حاجة احنا عاملين ان الحد الأدنى مئة سنة ثم طبعاً دراسة لدرجات الملوحة وأيضاً التربة نفسها بتكلم على فكر متطور في الزراعة فكر فيه أحسن ما وصل إليه العلم في مجال السوق نتكلم على تجيير نظام الرأي في مصر نظام الرأي الحقلي إلى نظام متطور كل دي الحقيقة كانت محاور النهاردة دقيقة السيد الرئيس دخل في تفاصيلها السيدة الوزراء السيد وزير الزراعة عرض خطة كاملة لتفصيلية للمليون و18 ألف الدن الأولى تفصيلية السيد وزير الرأي عرض أيضاً العلاقة بين الزراعة والرأي النهاردة هو مجال واحد كيف سستطيع فعلاً أنه ينفذ هذه الخطة نتكلم على 4700 بير سيتم حفرهم من عماق من 200 متر إلى أكتر من 1000 متر عمل جبار هذه المجتمعات السيد وزير الإسكان عرض كيف يتم ربطهم بالطرق والمرافق والبنية الأساسية بحيث أن يكون هناك مجتمع فعلاً متكامل نتكلم على مليون فرصة عمل مليون أسرة بنتكلم على كل أسرة نقول في المتوسط 4 مليون واحد بيجدهم متنفس وباب رزق وسكن وحياة جديدة بإذن الله هذه هي مصر الجديدة مصر اللي بتتبنى الحقيقة في صراع مع الزمن بعدها شوقت ضياء برامج تفصيلية دقيقة ومضغوطة صراع كان سيادة الرئيس بيدخل في تفاصيل التكلفة كيف فعلاً بالممكن والمتاح نصل إلى أقصى درجة من الوصول إلى الوضع المثالي أننا فعلاً أعلى كفاءة بأقل تكلفة هذا هو الحديث كان هناك بعض السادة المحافظين كان هناك توجيه دقيق من واضح من السيد الرئيس للسيدة المحافظين بالدخول في كل دقائق الأمور لتخفيف الحقيقة ضغوط الحقيقة على شعبنا الحقيقة كان اجتماع مصمر جداً وأنا الحقيقة يعني بعمل هذه المقدمة وأترك هذا المؤتمر إلى زملائي لارتباطي أننا عندنا ظروف الجنازة فأنا يعني بأكد لكم أن المستقبل يعني الحمد لله مستقبل طالما احنا توكلنا على الله وبنربط النهاردة تخطيط بالتنمية ودي أهم حاجة إن احنا نرجط التخطيط بالتنمية وقبل أي مشروع ما بنبتديه بندرسه نشوف إيه مد تنفيذه تكلفته ثم العمل ليلة نهار بحيث أن فعلاً إحنا لزامنا بقول ما عندناش أي نوع من رفاهية الوقت التحديات اللي قدامنا سواء تحديات اقتصادية أو التحديات السياسية أو تحديات اجتماعية كبيرة جداً فإحنا جميعاً بنتصابق إن شاء الله بإذن الله هنسافر تشكة يوم الأربع وبكرة إن شاء الله إحنا في المنزلة الحقيقة الجميع يعمل الجميع يعني إيه قدامه هدف واحد إن احنا كلنا نبني مصر الحديثة وشكراً اتفضل يعني العيش في شعر مصري يوم حالة فضلاً على شهدائنا من حرس الحدود يعني كيف ستواجه الحكومة مثل هذه الأعمال الإرهابية يعني فيه غصة في القلب تجاه ما يحدث لأبنائنا في الجيش والشرطة يعني أنا عايز أؤكد لك حاجة مش يعني واحد اشترك في هذا إنه هيهرب من القصص القصص قادم قادم وعنيف مصر قوي لكن الإرهاب الخسيس في أي حد في العالم بيكون هناك إرهاب ولكن قوة مصر في القصص أبناء أبنائنا لن تضيع هضر دلنا إذا أقوله لحضرتك هناك في كل مكان هناك خسة للإرهاب والحقيقة يعني أنا أتساءل في رمضان هل يصح رفع أي راية والإعلان عن أنهم دولة هل دولة يسموا مسلمين بس أنا متساءل لكن الإرهاب خسيس ولكن إن شاء الله مصر محمية وأبناء محميين ده اللي جرى النهاردة بيزيد من عزمتنا تأكد أنه بيزيد من عزمتنا وهيتراد والقصص قادم وكل واحد فينا كل واحد فينا يتمنى الشهادة من أجل هذه البلد فعلاً أنا أقولها من قلبي يتمنى الشهادة وبالعكس ده بيزيدنا قوة واللي ماتوا دولة في رقبتنا كلنا ولكن مصر بتدفع تمن تمن غالي طول عمرنا بندفع التمن وهندفعه لإحماية بلدنا فربنا يرحمهم وأشكرك على هذا السؤال وفندم فيه تساول بس مهم أنه تكرار موضوع الهجوم على الأكمنة سواء كانت أكمنة خاصة بالقوات المسلحة أو بالشرطة الناس دائماً حتى في الشرع بتتسال يعني هل فيه خلل معين في تأمين هذه الأكمنة أو تأمين الجنود لأنه دائماً بيحصل هجوم إما قبل الفطار أو في أوقات بيكون فيها مثلاً في وقت راحة أو كده يعني هل فيه خلل بيتم دراسه بجانب معاقبة مرتكب هذه الجرائم لابد البحث أيضاً لو كان فيه خلل أو تأثير في تأمين هذه الأكمنة يتم معالجة هذا الأمر لمجلس الدفاع الوطني وتم يعني كل هذه الطائق بيتبحث عن طريق يعني خبراء العسكريين ولكن تأكد أن خصة خصة الإرهاب موجودة في أي مكان في العالم شكراً بسم الله الرحمن الرحيم أنا بس أعيز أدي لحضراتكم شوية تفاصيل من جانب روزاب الزراع على الصلاح الأبادي وإن شاء الله يعني النقطة الأساسية زي ما قال سيد رئيس المزراء أننا نركز على تنمية متكاملة تنمية متكاملة شاملة هذه التنمية المتكاملة بتعتمد على مجمعات زرعية صناعية بتعتمد أساساً على ميزة نسبية نبحث عنها في كل المناطق التي أختيرت من ناحية المناخ ومن ناحية من ناحية المحاصيل اللي حتتزرع الصرع الحيونية أو أسماك إنتاج أسماك فكل ده بيتناغم مع المناخ الموجود مصر بتتقسم إلى مناطق بيئية زراعية وهذه المناطق البيئية الزراعية بتعطينا إنتاج أمثل في مكان والمكان الثاني ممكن ينتج حاجة تانية فبالتالي التمايز الإقليمي في مصر مستغل في الخطة اللي هي موجودة مستغل في أن احنا نطلع بأعلى عائد لوحدة المياه وأعلى عائد لوحدة الأرض وبالتالي دي حتأثر على الاقتصاد وغير الاقتصاد العائد الاجتماعي في هذه الخطة في منتهى الأهمية العائد الاجتماعي كما ذكر السيد رئيس الوزراء أن احنا بنأمل يعني حيكون هذه الخطة أنا بكلم عن الخطة العجلة المليون فدان من أربع مليون سيكون هناك فرص عمل لمليون وفرص عمل تتعلق بالتصنيع وخلافه مليون آخرين أنا بنتكلم على اثنين مليون فرصة عمل وبالتالي ستتيح هذه يعني هذا الاستصلاح سيتيح على الأقل أربع مليون مواطن تتغير مستوى معيشتهم وأيضا سيتحرك عديد من المواطنين من دخل الوادي إلى الخارج لأن هذه المناطق موجودة في مختلف أنحاء مصر وموزع في أماكن مختلفة أيضا ما نقوله هنا أننا سنستخدم أساليب حديثة جدا في الري وأساليب حديثة في التصنيع الزراعي وبالتالي كل ما هو متاح في العالم سنحاول نوفاره عشان خاطر يبقى هذا الاستثمار استثمار جيد ويعود على البلد زي ما ذكرت قبل كده بعائد اجتماعي وعائد اقتصادي ده ده اللي عايز أكلم حضراتكم فيه الباقي كلها تفاصيل فضالي شكرا شكرا رئيس المزارع ننتهى على تشكا فالنقطة هنا يا فندم شكرا كان نبهى على تشكا فهل تم التعرض أن تشكا يعني كانت معلومة أنها تنتج أفضل أنواع التمر وتفضل أنواع في العالم فهل تم التعرض لنقطة أن افتعاد افتعاد أن عدم موجود أماكن سكنية لنقل بعض الموظفين لنقل بعض العمال في نديل الأماكن تساعد في إسرائيل سروع سروع الزراعية هذه النقطة النقطة الأخرى يا فندم تم رح عدة مشروعات للإستصلاح الزراعي في السنوات الماضية على سيدة المثال في بدل النقطة في أسوات وما حدث أنهم لكا بعض رجال الأعمال توجهوا بعد مواطنيين وأسماء وهمية حصلوا على عدة أراض كيف نضمن للشاب أنهم سيحصل على أراضي خاصة به دون محكاة يعني حياتك سريعا كده بالنسبة لتوشكة كلام حضرتك صح تجود أنواع النخيل يجود هناك وتصنيع النخيل يعني ناخد المنتج بتاع النخيل ويتعبى ويتصنع ويشتغل فيه شباب واللي حضرتك قلت صح أنه ما كانش فيه عمالة كافية ولا المواطنيين كافين في هذا لذلك السيد وزير الإسكان هو يتناغم يعني معنا في وزارة الزراعة والإصلاح الأراضي ومع السيد وزير الري في أنه بينشئ مجتمعات بينشئ مدن وقرى أساسية حوالين هذه المناطق بما فيها تشكل فبالتالي دي هتحل هذه الإشكالية فيما حضرتك تكلمتي على ودي النقرة ودي النقرة دي أخطاء حصلت إحنا هناك السيد الرئيس بيركز على العائد الاجتماعي بيركز على توظيف شباب بيركز على إعطاءهم فرصة لحياة أفضل ودي الأولوية الأولى هم والناس الضعفاء في المجتمع فبالتالي دي مش هتحصل تاني لأنه هناك أنماط مختلفة من التصارف في الأرض الزراعية ومش هيسمح بهذا أن يحدث مرة تاني سيدة الوزير أنا بس عايز أسأل أدقق حاجات أولا الخطة لأربع مليون فدان دي هتبقى خلال كم سنة السنة الأولى هتبقى مليون وثمانتاشر ألف فدان زي ما احنا فاهمين لأربع مليون هتبقى على كم سنة هل اتعملت خرط المحافظات اللي هتبقى متوزع عليها الأراضي دي وإزاي هتطرح لستصلاح هل هي الشباب مثلا هل خرجين هل يعني هتتبقى ازاي وهل ده مرتبط بتعديد الحدود المحافظات اللي بيتم دلوقتي ولا هتضطرح على طول ومعليش أخيرا برضو عشان تبقى السؤال المتكامل يعني برضو هل في خطة كاملة توفير مساكن للناس اللي يشتغلوا في المرافق وغيرها يعني محتاجين حتى تدي صورة شاملة عنه أنا ذكرت ان في خطة كاملة وذكرت ان دي ماشي مع خطة الاصصلاح والسيد وزير الاسكان عنده تصور كامل سيد وزير الاسكان مش موجود معانا هنا لكن انت عايز تعرف تفاصيل تفاصيل الارض دي فين احنا يعني مش عايزين نخش في تفاصيل التفاصيل لانه مش عايزين حد يروح يعني الارض دي موجودة في اماكن مختلفة في الجمهورية هنذكر المحافظات فيها وبعدين هنتفق فيما بعد ممكن شاملة شاملة اغلب المحافظات في الجمهورية المحزة المحافظين الموجود كين نقار قد يكون هذا كان فيها لها دلائل كان يكون لها دلائل وقد يكون انو معاد المحافظين تغيبوا فيعني ما فيش دائل نحن نخش يمكن كمان زبوع او حاجة يبقى فيه معلومات واضحة لكن الخبائط موجودة والدباسات موجودة وكل هذا تم موجودة هل لشباب الخريجين والمزرق الضابط يعني شوف احنا في أي بلد في العالم اما تيجي تعمل تنمية شاملة انت بتنمي الموارد احنا عندنا في مصر ايه عندنا موارد مائية وموارد ارض واهم موارد عندنا في مصر البشر الناس يبقى الموارد الموارد البشرية في منتهى الاهمية هنا ما بقولش بقى شاب ولا فلاح ولا انا ببص على الموارد اللي هو الموارد البشري وبحاول انميه اغلب الناس اللي حتسكن دي حتعطى نوع من الدفعة لانها تستوعب التكنولوجيا اللي موجود وانحنا ما شاء الله عندنا الناس في المتقى النباهة وحيستوعب هذا الكلام لكن ما نحددش زي ما قلنا في تحيز لوجود عائد اجتماعي قوي كما انه سيكون هناك عائد اقتصادي ايضا معالي الوزير حضرتك بالنسبة لثقافة التنقل والمعيشة للمصريين يعني ما هو الفكر الجديد لطرح الاربع مليون فدان ازاي الناس تتبنى هذا الفكر الجديد خاصة وانا المصريين يعني يتمركزون في مكان يعني منزل حتى الممات هذا المشروع ايضا لا ينسينا الحفاظ على الرقعة الزراعية الثابتة ما زالت هناك تحديات تعديات جارحة وكبيرة جدا في الاراضي الزراعية ولا يتم ازالتها ولا يتم اي 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 اجراء حيث كتل جزء الاولاني احنا عندنا مثل فلاحي يقول لك اللي طلع من ضار في تقلم دار فالناس بتقعد مكانها تتحرك لكن ده كان في الماضي انتو لما تشوفوا الناس وللأسف الناس الشباب المصريين اللي بيطلعوا في مراكب والشاب ده ابوه وعلته بيلموا له فلوس عشان واحد يضحك عليه ويركبوا المركب دي الى الموت فهذا الكلام شباب بيروح بيدور على فرص عمل فبدل ما يحصل هذا يجد فرصة عمل شريفة وكريمة في بلده يعني كل هذا الجهد اللي بتعمل ده بتعمل عشان توفير هذه الفرصة لشاب ان يبقى في بلده فكل ان هو بيطلع عايز يروح ايطاليا ولا غيره حيطلع لو لقى فرصة العمل ولقى بوضوح ان هو مستوى معيشته هيتحسن حيبى عنده امل في تكوين اسرة وعنده امل في مستقبل افضل ده الاساس محمد فوات من جريدة الاهرام عندنا اربع مليون فدان كنا عايزين يعرف امتى التواريخ المحددة ها فيه تواريخ محددة لبدء تسليم او بدء طرحها على الشعب المصري وهل يعني ما تم تجيزه من بنية اساسية للاربع مليون هل هي جاهزة وللسه تجاهز يعني عايزين يعرف الفترة الزمنية اللي هتم طرحها فيه عندنا مرحلة اولى مليون فدان مرحلة تانية تبقى 950 الف وبعين باقي المرحلة جاية الاخر مرحلة لسه فيها دراسات بتتم لكن هناك واقع موجود بانه هذه مباشرة لكن فيه دراسات بتتم فيها المرحلة التانية بعضها تم وسيد وزير رايح هيكلمكو على المياه جاو فيها باستفادة ووجودها موجود فين وتوزيعها وإيه اللي موجود لكن المليون فدان جاهزين للبدء منهم 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 مية وتمانية الفدان في توشكا دي هتبقى جاهزة قريبا لأن البنية الأساسية بتاعتها موجودة والباقي سيتم تنفيذه اتباعا وشكرا لأن زميلي الفاضل السيد وزير رايح هو له الكلمة الآن شكرا بسم الله الرحمن الرحيم هيا النهاردة شرفنا بلقاء السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيدة وزراء الإسكان والزراع والتخطيط والمالية وبعض السيدة المحافظين المعنين بمشروع المربعة مليون فدان هيا طبعا كما هو معلوم لحضراتكم أن هذا المشروع يعتمد في الأساسا على المياه الجوفية نظرا أن المياه النيل المتاحة عندنا في مصر لا تكفي لأي توسعات كما هو معلوم تكفي فقط للمتاح من أراضي وغير قابلة للتوسع فيها في مساحات أخرى وبالتالي كانت عندنا المرحلة الأولى بنتكلم في مليون فدان 90% منها أو حوالي 900 ألف فدان بيعتمدوا على المياه الجوفية والمئة ألف وتمانية كما أشار السيد وزير الزراعة هتعتمد على المياه من بحيرة ناصر كمشروع توشكا المعروف الصبر هنقول الأربعة مليون فدان مجملا نسبة اعتمادهم على المياه الجوفية 77% ونسبة الاعتماد على المياه السطحية 23% بعد الأخذ في الاعتبار مشروع ترعة السلام القائم حاليا ولم يتم دخل المياه فيه بكامل المشروع وبالتالي ده هيدخل إن شاء الله يمكن في المرحلة التانية وبالتالي يبقى المياه السطحية عندنا لترعة السلام ومشروع توشكا حقيقة تم منقشة جميع التفاصيل وجميع مع جميع الأستاذ الوزراء وهي كانت منقشة سيد رئيس الجمهورية بكافة التفاصيل حتى يطمئن إن المياه الجوفية فعلا تكفي لهذا المخزون وطمئنا سيدته إن الوزارة الرئي قامت بالدراسات وحددت أهم المناطق الوعيدة في حوالي في المليون فدان أما باقي المناطق للأربعة مليون فدان سيتم بدء الدراسات فيها فورا ولن ننتظر بعد مرور سنة نبدأ فيها لا سنبدأ فيها حتى نتأكد إن هناك مخزون من الماء للمرحلة الثانية والثالثة من هذا المشروع الطموح حقيقة برضو كان سيد رئيس الجمهورية تم منقشة مشروع توشكا وحقيقة قمت باستعراض الموقف الحالي للمشروع ونسبة التنفيذ فيه وحقيقة طبعا نعترف إن نسبة التنفيذ أو نسبة الزراعة أو نسبة الأراضي المستصلحة كانت لا تتناسب مع المساحة المتاحة حاليا وبدأ يناقش إيه أسباب تعصر المشروع وإيه أسباب التحديات الموجودة وبالتالي أمر سيتو بتطلع لجنة من معالي رئيس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين لتفقد المشروع الطبيعة والبحث عن أسباب تأخر المستثمرين وكان الرد برضو أي مستثمر لن يكون جاد في تنفيذ ما تم أخذه من أرض سيتم سحب الأرض بالطبع تبقى للقانون وتبقى اللواحة المنظمة لذلك وهذا تشجيعا لباقي المستثمرين طبعا من ضمن المشاريع الرائدة في توشكا إن شاء الله هو هي الزراعة على الأبار في مساحة 30 ألف فدان حنتطرع ونحفر أبار في مناطق وعيدة في توشكا حتى أنها تؤتي بصمرها ده بخلاف مشروع توشكا المعروف لكن هي بجواره تقع هذه الأبار وتغزى من بحيرة ناصر وبالتالي نتطمن أن هذه الأبار لها مصدر من النهر أو من البحيرة مدى الحياة إن شاء الله نقشنا تفاصيل تكاليف الأبار والتي بلغت في المرحلة الأولى قد تصل إلى حوالي 10 مليار جنيه قد يتفحها المستثمر قد تتفحها الدولة هذا سوف يتم منقشته بالتفصيل طبقا لتخصيص الأراضي لكن لا يسمى المعنى أن العشرة مليار ستتفحها الدولة لكن هذا هو أقصى تكلفة نتوقحها هذه الأبار أعماقة بتدرح من 200 متر في بعض المناطق وتصل إلى 1000 متر كما تم الشرح السابقا أن هذه المناطق في المرحل الأولى موزعة معظمها على محافظات الوكل القبلي بالتحديد والوادي الجديد عشان المناطق دي بنشجع فيها الوكل الصعيد ومنشجع فيها الاستقرار والتنمية في هذه المحافظات وبالتالي حنبدأ فورا الرقم واحد اللي هي مشروع تشكة أن يرجع تاني الأضواء أنه جاهز وتم تجهيز البنية القومية بالكامل شبكة الترع على أحدث مستوى محطة رفح عملاقة لا توجد مثلها في العالم مياه موجودة في بحيرة ناصر إذن كل المقاومات النجاح لهذا المشروع موجودة تتبقى الإرادة وإن شاء الله إحنا خدناها النهاردة بالتوجيهات فورا بجميع الوزراء يتجهوا وكما سمعنا أنه لن يكون كل يعزف بمفرده الكل يعزف سينفونية واحدة تناغم بين وزير الإسكان مع وزارة الزراعة مع وزارة راي مع السادة المحافظين إيه المطلوب منهم بلغناهم كل في تخصصه والحمد لله يعني حيشعرنا أن هذه البداية كانت مخصصة لهذا المشروع ممكن معظم الوقت حتى يصلع المشروع ويعود بعد تضارك الأخطاء التي قد تكون حدثت في الماضي كيف نصوبها وكيف المشروع يرجع تاني يكون فتحة خير وسلت غزاء كما أشار سيادته إحنا ممكن نطلع من هذا المشروع ما يكفينا من قمح أو نجد نوع من الاكتفاء حتى جزئيا في هذا المكان الوعد وتحت أمر حضراتكم في هذه السؤال طيب أخذ حاضر إذا كنا كلمنا يا فندم عن تكليفة المياه الجوفية وأن الرئيس قد نوها أن الأراضي للشباب ولمحدود الدخل طيب تكلفة هذه المياه الجوفية كيف سيتحملها الشاب في بداية حياته حتى إذا حدثت بالمناصفة يعني دولة ومستثمر كيف إزاي هيقدر يجيب شركة ويتبحث عن آبار وإلى آخره يعني كيف سيتحمل هذا الشاب من ناحية تانية أنا أسفى جدا معالي الوزير أنا عارفة أن في بعض المشروعات حتى لو رجعت الوضع المقر قد استعانت بالتقدير وبعض الوسائل الأخرى يعني بس خلينا أقول لسيادتك المستثمرين هناك بعض المئات من الأراضي الزراعية حصل عليها البعض مستثمرين وغير مستثمرين ولما كنت بسأل أنتوا ليه موقفين قالوا دي محتاجة محطات مية ومحتاجة محدد والمية بتكلف 300 ألف جنيه المضخة وحاجات وأرقام وإحنا ما نقدرش نتحملها طيب هل معنى كده برضو أن هذه الأراضي سوف يحصل عليها كبار المستثمرين لأن صغار المستثمرين مش هيقدروا يجيبوا محطات الرفع لبداية مشروعات صغيرة أنا بشكرك أشكرك لسؤالك بس حب أطمنك هذا هو كان محوى أحد محاور الحوار النهاردة كيف سيتم توزيع الأرض مع الأخذ في الاعتبار السباب وصغار المستثمر اللي هو الخمسة فدان والعشرة فدان وده لم يأخذ فيها قرار بعد أنه طلب بحقيقة سيادة رئيس كافة التفاصيل كيف سيتم التصرف في الأرض طبعا السادة الوزراء المعنيين وزارة الزراعة طبعا هي في المقام الأول بنحط هذا التصور مع السادة وزير المالية كيف نحط نموذج يكون لا نتقرر الخطأ الموجود زمان كبار ياخدوا الأرض بل بالعكس كل تأكيده أنا عاوز المواطن الغلبان يشترك في هذا المشروع فكروا لي إزاي الجلبان قبل اللي هو المقتدر فبالتالي عادنا حساباتنا قد إحنا كنا جايين متوقعين يجي مستثمر ياخد عشرين وخمسين ألف قال لا أنا عاوز أبو خمسة فدان وعشرة فدان فكروا لي إزاي هل هيدخل في شركة هل في حدا طرعا الموضوع ده فإن الآن هنعيد حساباتنا مرة أخرى بناءنا على طلبه ونشوف الإسلوب الأمس لكن هتسمعوا قريبا أنه لازم أزل الشاب أو المستثمر الصغير طبعا حتى أبعوا في وسائل إعلام قريبا وساعدتوا طلب هذا الموضوع في خلال أسبوع هنلتقي تاني كلنا وتقول لنا عملتوا إيه في تشكة وحتعملوا إيه مع الصغار المستثمين يعني الوقت مش بعيد بنكلم في أسبوع إن شاء الله طيب أنا بس مش سوالي فنو موضوع تشكة هو كان تعرض على مدى سنوات طويلة لانتقادات وكان البعض أشار في فترة مفترات إن هو مشروع ما كانش تعمله دراسات جدوى كافية وما كانش ناجح وعشان كده وقفوا اللي عمل بيه فترة بعد كده ما رجع الدكتور كمال جنزور رجعه تاني وبعد كده سكت تاني فترة هل الدراسات اللي تعابلت أثبتت بالفعل إن هذا المشروع سيكون مشروع ناجح فعلا خلاص ده موضوع نهائي وهنستمر في المشروع الفترة الجاية الجزء التاني اللجنة اللي هتشوف الأراضي بتاعت المشروع بتاعت المستثمرين هل فعلا هيتم سحب الأراضي المستثمرين غير الجدين وهل ده فيه مهلة معينة اللي تنفيذ ذلك شكرا طيب بالنسبة للموضوع اللي تشكى وقد بعض اللي يتحدث عن أخطاء هو كان هدف اللي كانت النهاردة بالتحديد إيه هي الأخطاء اللي كانت موجودة وكافة نحن نتغلب عليها المشروع من وجهة نظر الهندسية كأستاذ هندسة راي أنا مقتنع به تماما هو ده المخرج الوحيد لمصر بالخروج من الودي السد العالي لا يستطيع إمرار أكثر مما يمر الآن طيب كيف نتوسع في الصحراء ما قدمناش إلا هذا السد من أمام السد ونأخذ مشروع تشك فهذا المشروع هو ظلم من ناحية الهندسية لكن هو ناجح بس ما إحنا بنقول النهاردة كان لقاطنا إيه هي الأخطاء الشاب اللي حيروح أو المستثمر هيقعد فيه نقعد في الصحراء فبالتالي توجيه سدته منجموع متكامل زي ما أشار السيد رئيس الوزراء إسكان زراعة طرق مرافق قبل ما نبدأ كله شغال وساد وزير الإسكان يمكن كان لو موجود دلوقتي كان مقدم بعض النمازج والمقترحات وتأسيم القرى والمدن بدل ما هي صحراء جرداء حيما مجموعة مدن وشكلها إيه والمسحد إيه دخلنا في تفاصيلها النهاردة لأ المساحة دي صغيرة قبرها شوية طب حنحط كم قرية وكل قرية حتتطبط بمدن الموضوع ليس الزراعة فقط كما أشار السيد رئيس الوزراء هو مشروع متكامل فبنقول نصوب أخطاء الماضي لا يسعيب إن احنا منشوفه الماضي كان في إيه لكن ننترك 7 مليار جنيه في الصحراء هذا هو الخطأ يعني هو كان طالب حياة أشرف سيد فيتو فندم بعد إذن حضرتك بالنسبة للأبار والمياه الجوفية هل هناك تنسيق مع الدول المشاركة معنا في بعض الأبار زي ليبيا بسيد فندم والأشياء اللي موجودة طبعا لحجز الثاني حاجة بالنسبة للتطورات والمساجدات على الساحة في أزمة سد النهضة بعد إذن كمان طيب بالنسبة للأبار كل دولة حقيقة بتبقى ربنا حباها بخزان جوفي قد تشترك عند الحدود لكن احنا لم نكلمش عن مناطق الحدودية احنا منكلم على وسط الصحراء الغربية بعيدة عن أي جيران فبالتالي أطمنك إن هذا الخزان لا يرتبط بأحد الدول المجاورة إن احنا بعيد خالص خالص عن الحدود اللي بي الموضوع الثاني وهو آخر المستجدات في سد النهضة كما تعلمون جميعا إن شاء الله سيكون هناك لقاء يوم 16 و17 أغسطس في الخرطوم بعد مفقة الدول المعنية الثلاث سنتجه إن شاء الله يمكن قبليها بيوم يوم 15 وتبدأ الجولة الجديدة من المفاوضات وعلى رأس الأجندة بتاعتها نتهي جلبان المشترك بين السيد الرئيس وبين السيد الرئيس وزراء أسيوبيا وهي التي تعتبر السابقة الأولى إن احنا نضع حجر زاوية وثوابت في العلاقة بين مصر وأسيوبيا وهي كانت هذه السوابت لا ضرر ولا ضرار احترام نصيب مصر من المياه ثم تفهم لطلبات الجانب الأسيوبي للقهرباء هذه مجموعة من السوابت وغيرها وضعت أجندة الاجتماع القاضي فإذن الأجندة كيف نضع آلية هذا السوابت وكيف نحنا نضع لها أسلوب الحل بتاعتها اللي أنا حقدر أقول به الحمد لله الإشارات الإيجابية من الدول الثلاثة لا يوجد أي نوع من التصعيد بالعكس كل الحوار كان حوار بناء إن احنا كلنا نسعى لحل هذه المشكلة عندي تفاول أقصر من أي وقت مضى إن زيارة السيد الرئيس للسودان والزيرة المرتقبة لرئيس السودان للمصر ثم البانا مشترك بين رئاسة المصر وأسيوبيا هذه الإشارات تدينا نوع إن شاء الله الكل متجه إن إحنا نتعاون ونجلس وليكون هذا السد هو نموذج لتعاون وليس نموذج للصراع بما يحفظ حق مصر من المياه بدون أن تنقص مصر جمياتها من المياه وأيضا متفاهمين للجانب الأسيوبي المعادلة قد تكون صعبة للبعض لكن الحوار والمفاوضات في وسط هذا الجو الإيجابي أنا نتوقع إن شاء الله منه التفاغل وبإذن الله يكون فيه الخير لهذا البلد نقول آخر سؤال مفضل نتكلم دلوقتي بالنسبة للمشروع إذا تحدثنا عن المستثمر الصغير المستثمر الصغير طبعا المستثمر الصغير إذا ما قام بتملك خمس فددين أو عشر فددين أو حق انتفاع أو ما إلى ذلك سيكون هناك إشكالية في توزيع منتجه هل تمت أو سيتم منقشة عمل جماعيات مشتركة أو أن تتولى الحكومة مسألة تسويق المنتجات الموضوع سؤال الثاني مرتبط بالعاصمة الإدارية هل تم في هذا اللقاء إصارة موضوع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر وهل سيكون إنشاء هذه العاصمة مرتبط بالتوسع العمراني في هذا المشروع حيال الاجتماع لم نتعرض لموضوع العاصمة الجديدة ده ما كانتش حيال محل الاجتماع أما بالنسبة للمستثمر الصغير هترك أخي العزيز الدكتور عادل وزير الزراعة يدينا نبزة عن هذا الموضوع بالنسبة للموضوع بالنسبة للموضوع بالنسبة للتسويق بالنسبة للتعاونيات بالنسبة للموضوع بالنسبة للموضوع إنتاجه لحد السوء بتتراجع بالكامل بتتراجع بالكامل لصالح المنتج وصالح المستهلك لكن مش لصالح الوسيط اللي في السجة وهناك هناك يعني نحن بصدد أن تنشأ جمعيات تعاونية جمعيات تعاونية تستهدف ربح يديرها المزايع لصالحه وصالح المجتمع اللي هو فيه وأبناء هؤلاء المزارعين سنقوم لأن هناك أمثلة للتعاون الزراعي موجودة في ألمانيا وفي فرنسا وفي هولندا هذه النمازج نمازج جيدة جدا ونحن بنأمل أن المزارعين بيتكتفوا مع بعض ويعملوا جمعيات تعاونية يقوموا بإدارتها ويكون هناك لوائح لهم ومكنا لهم في أن هما تكون فعالة وتربط بالأسواق عن طريق المشروع القومي لربط المزارع بالأسواق ده داخل فيه حاجات كتير داخل فيه النقل داخل فيه التبريد داخل فيه الإعداد داخل فيه التلقي في الأسواق داخل فيه نظم معلومات حتى يكون المزارع على علم بأسعار المنتج اللي بينتجه ما حدش يتحك عليه في السك فبالتالي ده مشروع متكامل وكنا طرحناه على الإيفاد وهي المؤسسة التي بتوعنا بالمزارع الصغير وموجودة في أمم إحدى المؤسسات العالمية للزراع ورصدت مبلغها لحوالي 70 مليون دولار لبدء هذا المشروع وده بداية لكن هذا المشروع سيستمر وإحنا بنتعاون فيه حلتعاون فيه في مرحلة مع وزارة الصناعة ومع وزارة التموين لأن هذا المشروع فيه منتهى الأهمية وأنا شاكر لك أنك أنت والحضرتك أنك أصرتي السؤال شكرا طبعا معلوم في توش كان معظم المستثمرين هناك اللي حقيقة اللي موجودين على الأرض الواقع معظمهم من العرب من الدول العربية الشقيقة التي وقفت بجانب مصر في كل الصور اللي فاتت يعني حقيقة بنرحب بكل مستثمر لكن الهدف برضو من الزيارة المرتقبة زي ما قلت كيف يتم التصرف في الأرض هل للصغار المستثمرين هل تضع مساحة للكبار المستثمرين فبالتالي لم يأخذ فيها قرار سواء مصري أو عربي لكن الهدف إيه إحنا هنشوف المشاكل الموجودة نصوابها ثم اسلوب التصرف ده له لقاء الأسبوع القادم مع السيد الرئيس نقول آخر سؤال هشام المياني بغبط الهرام أفن طب بالنسبة لأفنن فيه سؤال مهم المستثمرين اللي عطلوا مشروع توشكة كل هذه السنوات هل فيه عقوبات معينة هتوضع عليهم لأنه ده كأرادة للمستثمرين اللي بعد كده اللي هاخدوا أرادة ما يعطلوش بنفس هذا الأسلوب طيب خلينا أقول برضو يعني صبرا هذا الأسبوع ولا سبب بعيد وحنتجس معه هذه الأخبار ماذا سيتم مع مستثمر متأخر بل بالعكس أنا بشجع اللي عاوز حدي تاني ييجي جديد وعندنا مساحات ما توقعها لكن القرار فيها سيتم بعد الزيارة واعتقد سيتم اجتماع مع المستثمرين ونشوف خطتهم تبقى لجدول زمني واعتقد الدولة هتأخذ يعني إجراء بالنسبة لها لكن دي هنقول سابقة إن شاء الله لحد الزيارة ما تتم من الأسبوع اللي جاي بس احنا عاوزين ندي رسالة لباقي المستثمرين عندنا أرض عاوزين نروح هناك عندنا أراضي زرعية عندنا مياه عندنا ترع مقامعة لأحدث مستوى عندنا محاطة رفع عملاقة فمندي رسالة ومنشجع كل مستثمر سواء في مصر أو سواء الخارج في مصر عن هذا المكان الوعد إن شاء الله يبالينا لقاء الأسبوع القادم بعد لقاء السيد الرئيس أو عقب زيارتنا لتوشك إن شاء الله